في إطار الاهتمام الذي يليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع كافة أبناء البحرين استقبل سموه حفظه الله في مجلسه الإسبوعي بقصر الرفاع مساء اليوم أفراد العائلة الملكة الكريمة والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديات وعددا من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية وعددا من أفراد المجتمع وقد رحب سموه حفظه الله برواد مجلسه الإسبوعي الذي يجسد صورا من صور التواصل الذي يحرص عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه تكريسا لنهج المجتمع والسنة الآباء والأجداد وترجمة للروح الأصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة وقد أثنى الحضور على حرص سموه بالارتقاء بالمواطنين والتواصل معهم وما يشكله المجلس من منصة جامعة لكافة أبناء المجتمع في صورة تجسد هوية البحرينيين التي جبلت على المحبة والخير منوهين بجهود القيادة الحكيمة في تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم وتأمين الحياة الكريمة للمواطن اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة